أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف العمل العربي على كفة الأصعداء وأضف أبو الغيط أن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم والمنطقة العربية تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعا ولا شك أن الأزمات الاقتصادية التي يعان منها العالم ومنطقتنا بطبيعة الحال تمثل أولوية متقدمة على أجندة دولنا جميعا وأشير في هذا السياق إلى القمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية الخامسة والتي ينتظر أن تستضيفها موريتانيا قبل نهاية العام أو بعدها قليلا تحت شعار الأمن الغذائي ضمان للسياق وهو موضوع يكتسب أهمية متزايدة في ضوء الاضطراب الواضح في سلاسل توريد الحبوب جراء الحرب في أوكرانيا فضلا عن تهديدات أخرى خطيرة مثل الجفاف الذي ضربت دولة الصومال لأعواو متوالية ترجمة نانسي قنقر